في مدينة الغردقة وعلى ساحل البحر الأحمر يقف محمود حنفي وعينه على قاع البحر تنتابه مشاعر القلق على ما به من شعاب مرجانية نسبة كبيرة من هذه الشعاب تتعرض للموت بسبب ارتفاع درجة الحرارة لتصاب بما يعرف بمرض الإبيضاض وهو تغير لونها إلى اللون الأبيض ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الكثير منها ما زاد من قلق محمود فقدان سواحل مدينة الغردقة مساحات واسعة من الشعاب المرجانية بسبب أعمال الصيد الجائر واستخدام المراكب السياحية للمخاطيف عند الغطس بالقرب من هذه الشعاب متر الشعاب الواحد قد تم حساب الدخل في موقع الغوص الموجودة في مناطق الشرم الشيخ والغردقة أن المتر الشعاب الواحد بدخل لمصر 300 دولار علشان أدمر متر الشعاب يخل له 100 سنة على بال ما يرجع لحالة الطبيعية تانية إن رجع فأنا لو افترضت أنه سيرجع خلال 100 سنة ده معناه أن أنا عندي قيمة متر الشعاب الواحد 30 ألف دولار ومع المخاطر التي تهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر تتبنى منظمات غير حكومية ومنها جامعية الحفاظ على البيئة في البحر الأحمر هبكا برامج للحفاظ على تلك الشعاب هبكا تبنت مشروعا منذ أوائل التسانيات من القارن الفائت يهدف إلى منع استخدام المخاطف بالقرب من الشعاب المرجانية للحفاظ عليها وذلك لما تمثله من قيمة بيئية وأيضا اقتصادية في تعاون نشهد به من خلال محميات البحر الأحمر خلال السنتين اللي فاتوا ومن خلال إدارة البيئة في محافظة البحر الأحمر إن احنا فعلا بنعمل دوريات بسية كمية المخالفات للأسف الشديد لا تتوقف وخصوصا في غياب أوقلة السياحة في فلان الفترة دي فالناس التانية بتلجأ إلى إيجاد أي مصدر رزق عن طريق مثلا الصيد غير قانوني أو الصيد بشبك غير قانونية أو الصيد حاجات مهددة بالانقراض جهود الجماعيات الأهلية للحفاظ على البيئة في البحر الأحمر تمتدوا إلى البر أيضا حيث تعملوا على عدم أصول المخالفات الصلبة والبلاستيكية إلى مياه البحر وذلك بإعادة تدويرها أصبحت قضية البيئة البحرية والحفاظ عليها من مختلف أنواع التلوث وحمايتها من أهم القضايا المعاصرة وتعد جمعية تبقى هنا كلمة السر في الحفاظ على الشعب المرجانية داخل البحر الأحمر من مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر محمد عبد الله